وسط خلافات بين أحزاب المعارضة بشأن تشكيل مجلس عسكري تجددت أعمال العنف في اليمن قصف واشتباكات مستمرة في مدينة تاعيذ المعارضة تشترط تشكيل لجنة عسكرية بموجب اتفاق نقل السلطة وقع الشهر الماضي في السعودية لإنهاء عشرة عشهر من الاحتجاجات عصابة اليمن بالشلل ويبدو أن تأخر تشكيل اللجنة العسكرية هو العائق أمام ولادة حكومة الوفاق الوطني زعيم المعارضة ورئيس الوزراء المكلف محمد باسندوة حذر من أن المعارضة ستعيد النظر في التزامها باتفاق نقل السلطة نقبل بتشكيل أي حكومة ولن أقبل أنا شخصيا برئاسة أي حكومة ما لم تتوقف هذه الأعمال العدوانية على الفور فاللجنة الشهر العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن لم تشكل بعد المعارضة اعتبرت أن الجيش الذي يسيطر عليه موالون وأقارب لصالح والمسؤول عما يحدث في التاعث رئيس أحزاب لقاء المشترك ياسين نومان قال إن العنف ناجم عن تأخر تشكيل المجلس العسكري المبادرة الخليجية تقط بإنشاء مجلس عسكري رأسه عبدرب منصور هادي نائب رئيس الجمهورية وبتشكيل المجلس من عدد متساوين من الأعضاء من حزب مؤتمر الشعب العام الذي يتزعمه صالح وتحالف أحزاب اللقاء المشترك المعارض وحسب مسؤول في حزب مؤتمر الشعب العام فإن الحزب غير راض عن مرشحي المعارضة لعضوية المجلس ترجمة نانسي قنقر